شيع أهالي قرية بدو الواقع شمال غربي القدس جثمان الشهيد أسامة محمد منصور الذي استشهد عقب إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وإصابته بالرأس وذلك خلال مروره برفقة زوجته على الطريق الواصل بين قرية بدو وقرية ألجي وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن حالة أسامة كانت حرجة للغاية حين وصل إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رامالله ثم ما لبس أن فارق الحياة فيما أصيبت زوجته برصاصة في الظهر وحالتها مستقرة وادعى الاحتلال أن الشهيد حاول تنفيذ عملية دهس عند حاجز عسكري نصبه جنود الاحتلال الإسرائيلي أما زوجته فأوضحت أن الجنود أطلقوا النار عليهما بعد أن انتهوا من عملية فحص مركبتهما هذه جريمة نقراء استهدف فيها المواطن الشهيد أسامة منصور بجريمة بشعة وبدم بارد استهدف هذا المواطن بعد أن تم توقيفه ثم تم إجراء بحقه وبعد أن تم السمع له بالانطلاق استهدف بخمس رصيصات في جسده وأصيبت زوجته التي كانت معه في نفس المركبة ضمن سلسلة الجرائم التي تنتهجها سياسات الاحتلال وقوات الاحتلال الإسرائيلي لقتل وضحد كل ما هو فلسطين نحن نعرف أن هذا الاحتلال هو احتلال استعماري كل ينالي قائم على إحلال السكان الأصليين من البلاد وتغيير المعالمة العربية في هذه البلاد فلا نستغرب عليه عندما يقوم بقتل هذا الرجل الأربعيني الذي ترك خلفه خمسة من الأطفال أكبرهم 14 عام وزوجة لا تبلغ الأربعين عام التي كتل زوجها بين يديها لا يوجد أكثر من هذا الأجرام في العالم